موسيقى رجعنا مشاهدين من بعد الفاصل ومستمرين معاكم في برنامج هل الديرة واليوم حلقتنا تحت عنوان رحلة الحب والنجاح تحدثنا مع الاستاذ عبد الرزاق الموسى عن الحب بقي النجاح والحب لا يستطيع أن يسير بلا نجاح والنجاح لا يتحقق إلا من خلال الحب لما تكلمنا عن الحب يعني وضحنا بعض المفاهيم وكيف ممكن أن نبدأ الحب في حياتنا ولكن أن نسأل النجاح وأن نحقق النجاح هذا اللي راح نعرفه من خلال ضيفنا العزيز الأستاذ عبدالله الجناعي مدرب تنمية بشرية حياك الله معنا ألا والله رفيك فالب السادة المشاهدين تشكورين على الاستضافة طبعا نحن خلنا في البداية نكون واضحين ونوصل رسالة لسادة المشاهدين الحاب تواصل معنا يعني طرق التواصل واضحة وعدية دائما من خلال الهاتف الأرقام اللي تمر عندكم أسفل الشاشة اللي يريد يتصل ويسأل أي سؤال يقدر أو أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك والإنستغرام وعندكم الأكاونتات موجودة أكاونت الكوت هو الكوت أندرسكور سي أتش أو أكاونتي على تويتر أحمد أندرسكور الرفاعي أو أيضا من خلال الواتساب اللي عندكم أرقام الواتساب اللي يريد يطرر جسالة يستفسر سنقرأ كل التعليقات على الهواء مباشرة كلهم رح تقرأهم تعليقات شباب قاعدين بمخيم وناطرين بدلية ناطرين أقط الله يعي ماكو بدليات والشباب أي شي بطرجونا رح نقرأ على الهواء أوكي إش رايك نبتدي من حيث انتهى استاذ عبد الرزاق طبعا تحية خاصة حق الشباب اللي مخيم قاعد يتابعونا وتحية خاصة لكل من يتابعنا وأيضا تحية حب وشكر للاستاذ حياة شمري اللي يعني خلتنا أن تواصل معاك ورشحت اسمك حتى تتكلم بمطاهيم التنمية البشرية وأعتقد خير من يمثل هذا الجزء اللي بنتحدث عنه اليوم حضرتك ما قصر الله يسلمك بدأ أو انتهى الاستاذ عبد الرزاق بالجزئية مهمة جدا وتحدث عن جزئية الفشل أن نبدأ حياتنا بفشل ما في مشكلة أن تبدأ مشوار حياتك بفشل وأن تكون هي طابع الخبرة لديك اش رايك بهذا الجزئية وودي تتكلم عنها والله كلام مائد حلو صح أن الواحد يبدي من فشل يعني يقدر نقول أنه هو بداية النجاح بس ناس دايما تركيزها على الفشل وعالمشكلة احنا كلنا نقول أو كلنا نقولهم بالدورات أنه ما في إنسان ما عنده مشكلة حتى لما كنا نشوف عن طريق تحليل الخط أو تحليل لغة الجسد أن كل الناس عندها مشاكل بس في ناس يتركز على المشكلة وتقعد تبسط وتقعد تفصل فيها ليش؟ أنه ما في هدف جدامه أي مشكلة تصير حوالينا خلاص يقعد ويقعد يفصل فيها ويقعد وشنو؟ المشكلة من ناحية التفكير تبدي تنتقل ليه أمراض تشوفهم شباب صغار وعندهم أمراض قولون، عندهم مشاكل، مشاكل بالأعظام أنا أقول لهم كملوا حياتكم يعني عادي بس أهم شيء الهدف إذا ما صار فيه هدف راح نقعد نطمش على المشاكل اللي حوالينا ويبدي تعليق التعليقات السخيرة اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي والشاب اللي تحس أحياناً ما عنده هدف الحياة بس ينتظر أي مشكلة حتى يروج الشائعات لها أستاذ عبدالله بدأت مشوارك وبدأت مشوار نجاح تحديداً لك وقررت أن تختار مشوار نجاح بأول مشكلة صارت لك بعد أول مشكلة صارت لك كانت هي مشوار النجاح لك خلنت أتكلم مع الجزئية والله ودي أتكلم بالتفصيل بس أخذ وقتك فضلا مو عشان شريه يعني أخاف أتكلم تفاصيل وايد عن مشكلة نفسها بعد أن يروحون يرتعون على أي قضية رؤوس أقلام رؤوس أقلام فعلا أنه ورا كل المشكلة في من وراها خير المشكلة وين أنه كل الناس عارفة الحشي اللي بنقوله وكل الناس عارفة الحشي لأستاذ عبدالرزاق اللي قاله بس وين التطبيق؟ يعني تشوف ناس صلاة وصيام وعارفين الدين ويمكن يدعون الناس حق الدين بس وين أخلاق الدين؟ وين التفاؤل؟ كل الناس عارفة أن تفاؤلوا بالخير تجدوه من طفل يكبير عربي أو مو عربي عارف هالجملة بس وين التفاؤل؟ ماكو تطبيق ماكو شي احنا دايما نقول لهم بالدورات ما نعلمهم شون يكون حياتهم من غير مشاكل بس نعلمهم شون يتعاملون معاها دايما نقول لهم أنه ورا المشكلة في من وراها خير المشكلة نفسها تعتبر سلم سلم نصعد فوقه ودايما نقول لهم يعني احنا بالنهاية كلنا راح نموت فتخيل أن كل واحد قبل ما يموت راح تكون قصته رواية نعم لما الواحد يكون من ولد ببيئة فيها نجاح ومن نجاح لي نجاح روايتها راح تصير سخيفة نعم الكتاب راح يكون صفحة وحدة نعم بس سما يكون عايش ببيئة تعرض حق ضغوط وتعرض حق مشاكل وكل الناس اللي حوالينا سلبيين ويقاوم كل هذا ويحاول أنه ينجح وفعلا يتحقق هذا الانجاز نعم راح تصير حوشة شعور وايد حلو والناس راح تستمتع بالكتاب نفسه اللي راح تقرأه إنه من بعد المشاكل شون قدر يتغلب عليها التحدي نعم هي مشكلة التحدي نعود على جزئية اللي صار لك اللي صار والله ما دري شا قول أو من وين ابتدي بس أنا أشكر الجهة اللي ظلمتني أو الجهة اللي كنت أشتغل معها بقطاع خاص وما حاول أفكر السلبيات كثر ما أفكر الإيجابيات يعني إخوانا اللي يشتغلون بالقطاع الخاص أو بقطاع البنوك فرصة لهم فعلا القطاع الخاص يعلم الإنسان إن كل إنسان عنده هدف فأنا خذيت الشغلات الإيجابية خذيت الشغلات اللي علمني ياها البنك إنه لكل إنسان فيه هدف هدف حتى يومي شغلك اليومي يبين شغلك الأسبوعي شغلك الشهري من بعد هذه الأهداف أو من بعد ما خسرت وظيفتي طبقتها على حياتي نفس ما أنا كنت أحقق أهداف الشركة اللي كنت أشتغل فيها أو بالبنك خلص صار الوقت إن أحقق أهدافي الخاصة وفعلا يعني أوجه لهم شكر إدارة الإدارة اللي كنت أشتغل معهم خاف بعد شكر كبير حق كل إنسان بهذه الإدارة حق كل إنسان يشتغل معاي أقول لهم لهم واللي سويتوا فيني كان أنا اليوم مو بتلفزيون وصار عندي شركة تدريب والحمد لله الناس قاعد تييني وقاعد تسمع الأمور اللي صارت فأوجه لهم شكر كبير ودائما أقول حق الناس سامحوا يعني الواحد ليش يقعد يشيل ويقعد مهموم وهذا ظلمني وهذا حسدني وهذا ماكو وقت ماكو وقت حكلها الشغلات سامحوا كثر ما تقدرون وعلى قولة أخونا حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض كثر ما تقدرون يعني تحققت معاك لربا ضارة النافعة وكانت هذه يعني جزئية اللي رموك أو اللي حاولوا ونأذونك بالدوام وطلعت من دومك تبتدئ حياة النجاح من جديد شرايك نبتدي مع بعض مشوارنا يلا بلش التنمية البشرية كثير اليوم يتكلم عن مفهوم التنمية البشرية خلنا بتعد عن كلام الكتب وكلام العلماء والمحللين والمختصين بهذا الجانب ونتكلم كلام شبابي حتى شاب اللي قاعد يتابعنا اللي ما لاخلق يمسك كتاب ويقرأه ايه او اللي استحي يمسك كتاب مكتوب عليه تنمية بشرية وتنمية الذات وحاجي فاضي وحاجي فاضي اسمع هالكلمتين المختصر المفيد في هالساعة الاربع اللي بنوصلها لك التنمية البشرية اذا بنوصلها حق الشاب اللي قاعد يتابعني او حتى حق ولي الأمر وليات الأمر اسرة اللي تتابعني شن يعني تنمية بشرية اول شي التنمية البشرية ان الانسان يحاول يطور ذاته كثير ما يقدر عن طريق دورات انزل نفرض انا ما اقدر اروح دورات انا مشغول او مثلا سعر الدورة مكلف مع انه في دورات فري وفي دورات بفلوس الحلو ان احنا وصلنا لحين مرحلة عندنا الايفون اللي يجد دامك او الجالكسي وايت سهولا انك تدش على اليوتيوب وتكتب اي موضوع تبيه يعني انا ما يحتاج ان اروح اشتري كتاب تخيل حتى اذا ما ليخلق اقرأ كتاب ممكن ادش على اليوتيوب حلقات مسجلة سواء حلقات عن التنمية البشرية سواء حلقات عن لغة الجسد عن العقل الباطن وايد امور وانا قاعد مكاني مجرد ان اسمعها واطور فيها نفسي احاول اتعامل مع الناس اللي حواليني نعم فالحلو ان احنا وصلنا مرحلة جدا متطورة وما في عذر ما في عذر تقول والله ما عندي فلوس ولا ما لخلق اقرأ كتاب صجعني حتى سالفة القراءة مرات واحد ما عنده وقت او ما لخلق بس تطور وصلنا مرحلة بتطور وايد حلوة تمسك تليفون واكتب لي تابيه وتشوف عنه اذا يعني التنمية البشرية هي مجرد ان انا اطور ذاتي واعدل من سلوكياتي اي نعم هل الكل اليوم يسعى ان يطور من ذاته ويعدل من سلوكياته ويبتعد عن الامور السلبية في حياته ويحاول ان يركز على الجوانب الايجابية المخفية داخل نفسه ويطورها حتى يكون السلوك واضحة ماما ولا الشباب ما يدرون اصلا ان في مشاعر بهذا الحجم داخلهم والله الحلو بهالفترة ان وايد زادت نسبة الشباب اللي يبون يطورون ذاتهم ولو انه اكثر شي يعني الحريم لانه تكون يعني عندها تربية وتيبي تكون تربيعيالها على اساس وايد زين بس الحلو انه بدوا شوي بدوا يحضرون دورات بدوا يشوفون اليوتيوب بدوا يقرون شي وايد حلو تطور وايد حلو اللي صاير اه 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 شبابنا شو ممكن يسعى لانه يكتشف تنمية ادات هل كل اليوم يسعى للاكتشاف اي اه الحلو بهالشغل انه فعلا الناس بدت بدت تطور نفسها اللي ما يطور نفسها متل ما قلتلك يبدأ يركز على المشاكل تلقاه قاعد وضايق خلقه و من لغة جسده حتى لما تقعد معاه ما ودك تسولف له من كثر ما هو ضايق خلقه وتلقى شنو شنو السبب مثلا سياسة ولا امور انت مالك شغل فيها محبطة انت ايش حياتك لا تلقى ضايق خلقه بسبة مثل ما قلنا امور سياسية ولا امور بالعمل ايش حياتك مالك شغل بهالامور ركز على اهدافك بس اذا ماكوا اهداف الواحد يمشي وضايع بالدنيا بلا هدف اي بلا هدف ماشي وقع يضيع وقته ويبدي يندم على الايام اللي راحت يبدي يندم على الشغلات اللي طافت فيه ناس طبعا تقول لك شنو دورات وشنو الشغلات اللي قاعد تسوونها وخرابيط وانا اقط فلوسي على شي ما يسوى الحلو ان الدين نفسه ديننا هو فيه التنمية البشرية يعني حتى اذا انا ما بي اروح واسمع حج العلماء عندنا الدين عندنا القرآن لو تسمع من قصة آدم لي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى شغلات وايد حلوة من تنمية بشرية من يعني نقول لهم حتى باسلوب شبابي اكشن حتى قصص الاكشن موجودة بالقرآن وباسلوب حلو اتعلمنا الحكم اتعلمنا طريقة التعامل مع الناس اتعلمنا يعني خلوا العلوم اللي برا ما بي اصدق اللي برا ما بي اصدق الاجانب بطل قرآنك وشوف اللي فيه شوف الاخلاق اللي فيه شوف المواعظ اللي فيه بس شنقول يعني بس حلو انه قاعد يطورون من نفسهم نعم طيب الجزئية الاهم يعني اليوم لما تقعد مع الشباب لما تسلط مع الشباب لازم تقول لك تاعد شمس وقال تشوف نوع الشباب لجدامك ليش نشوف دايما شباب بني حزين يقول لك والله انا ما احس بالسعادة يعني يا عمي انا حاسب ملل ومالي خلق احد والرتي ممل من يعني خلاصة كلامه يقول لك انا موسعيد انا لا استشعر السعادة لماذا البعض لا يستشعر السعادة؟ مع ان السعادة موجودة جدامنة وطريج واضح وانت بس قول انا بكون سعيد انت سعيد نعم اللي حوالينك وايد اليوم انا قاعد معك استاذ عبدالله قبل شوية مع استاذ عبدالرزاق هذه بحد ذاتها سعادة تواصل معك الناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هي سعادة ظهور على الشاشة من خلال قناة الكوت بحد ذاتها سعادة طيب دعنا نتكلم على الشباب اللي ما يستشعر السعادة لماذا؟ المشكلة ما بس جديد تشوفهم شباب صغار هذا ما شاء الله عليك 25 26 هذا اللي يبي لا ويقول لك والله العمر خلص شنو عمر خلص توك يعني اقول لكم ما طلعت من البيضة ويقول لي العمر خلص مثل ما قلت لك هي سالفة سالفة اهداف زين شنو شون يعني احدد لي هدف يعني تخيل الحين مثلا واحد رايح الدوام فعلا ترى الوضع مثلا زحمة الصبح او الجو الجو حار او مثلا اغبار فهو رايح راح يتعرف حك كل هالضغوط وما يدري ليش رايح نعم رايح الدوام ما لخلك لو ان انت حاطلك هدف داخل هالدوام لو ان حاطلك هدف انه والله خلال سنة انا بي اكون مسؤول او خلال فترة صغيرة مثلا ابي ايمع المبلغ الفلاني او خلال فترة ابي اشتري لي بيت او ابي اتزوج كل هالامور راح تهون يعني حتى الفترة اللي كنت اشتغل فيها بالقطاع الخاص عمري ما رحت يوم الدوام وانا ضايق خلبي ليش؟ لان المؤسسة نفسها حطت لنا اهداف حطت لنا اهداف يومية وشهرية فالواحد يحس بسعادة ان انا مو رايح الفاضي لا انا رايح وابي انجز شيء انا مو مخلوق بهالدنيا على الفاضي لا انا عندي اهداف ابي احققها نعم بس الحاجة او اهداف هم الرد نقول لهم وترى السالفة ان الواحد يتعايز شنو امسك قلم واقعد اكتب لي هدف شي بالله تدري شنو السهولة؟ دعاء الركوب الموجود عندنا بالسيارة لو تحط لك فيه رمز صغير ان انا والله خلال مثلا شهر او خلال شهرين ابي يكون عندي المبلغ الفلاني تدري شنو راح تعطيك حافز لما احط عليه مثلا انه سمايل فيس او ضحكة او ابتسامة ليش؟ لان الواحد حتى لو يكون ايجابي الناس حوالينا ما راح يكونون ايجابيين واحد ممكن تكون زوجة سلبية ممكن تكون امه ممكن تكون عياله وين التشجيع؟ عن طريق الكتابة مجرد ان اكتب احطي ورقة مثلا بالبوب انه والله انا ابي احقق الشغلة الثانية ابي احفظ آية مثلا ابي اقرأ كتاب خلال اسبوع مجرد ان الواحد يحدد له هدف صدقوني وجربوا هالشي ما لكم شغل بالدراسات اللي تقول ما لكم شغل بالكلام اللي انا قاعد اقوله جربوا هالشي وفعلا راح تحسون بالسعادة انه انتوا معايشين على الفاضي نعم هذا اللي اقدر اقولها لهم يعني هذي اعتقد الرسالة هي الرسالة الصحيحة والوضحة والشباب ترى ما يحتاج ان احنا انلقنا هالمفاهيم صحيح والمشكلة انه عارفين هالشي بس وين التطبيق يصير اشرب قاهوة ولا طبعا القاهوة لك افصلت احنا محتاجين قهوة شوي نشرب ايه الحشي انه ما يبون ما يبون يسمعون ما يبون يحطون اهداف شنو شهدافه شخرابيطه شسوالفه وعايشين بالدنيا نقول لهم خلكم اللي ما يبي اللي ما يحط له اهداف غيره راح يحقق اهدافه عليه صحيح يعني انا اذا ما عندي هدف بحياتي راح يييني مثلا احمد عنده هدف ورح ياخذني حق تحقيق هدفه يبني هدفه من خلاله ايه اذا انا ما عندي هدف من هذي المقابلة شه راح يصير تلفزيون الكوت ممكن يحقق اهدافه عن طريقي بس ما انا والله احطي هدف انه يكون عندي فلاورز هالكثر ولا عندي هدف انه انتشر بفترة هالكثر او حتى اوصل رسالة للشباب اليوم يكن احد قاعد يتابعنا يستفيد ماذا رايك على ما انشر نهور واصل يلا بطل عدل حلو يعني مساكين اتشلي يعني عين بطل لك الحلو واصل ونعود التواصل واجعنا مشاهدين من بعد الفاصل المستمرين معاكم في برنامج اهل الديراي كل شكر لشركة الوطن للحلويات شركة حلواتش على هذه الحلويات التي تقدم للضيوف الكرام اليوم يعني بما انك نقع نسولف على النجاح وعلى الحب ما مدانا نقدم ما مدانا نبطل اصلا بس لان الحلويات بس لان الحلويات هذي دايما نسولف وننساها اخر شي نتذكره في القاعدة مع انها ترفع هرمون السعادة تخلي الانسان سعيد واستاذ عبد الرزاق قبل يمشي قال هذه ترفع حتى هرمونات الحب تخلي الانسان يستشعر السعادة والنجاح في كل مكان نقع بطل لك الحين عشان لا تقل ما ضيفوني هذي على الهواء مباشرة بطل لك هي والله اخوش حركات عندهم اشي في فاصل ثاني راح ناكل فيه فاصل ثاني تاكل لا تاكل الحين على الهواء هذه الحلويات عندك خلها وانت لما تسأل طول بالسؤال واذا تاكل نعم نعود الى الجزئية لهم واذكر السادة المشاهدين فضل فضل عندك وحش طبعا انا حاب اذكر السادة المشاهدين بان طرق التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يعني من خلال ارقام اللي تشوفونها اسفل الشاشة وليعادة الحلقة الحلقة تعاد الساعة 2.30 مساء وكذلك تعاد العاشرة صباحا والأربعة باتشر العسر راح تنعاد الحلقة العسر تنعاد الساعة 2.30 واللي حاب يتواصل معنا من خلال تويتر الخاص بقناة الكوت الكوت اندرسكور سي اتش او من خلال ايضا الاكاونت الخاص بني احمد الرفاعي او عن طريق الانستغرام الخاص بقناة الكوت ودائما تنزل الصور اللي نصورها في اخر اللحظات وهذه اللحظات الجميلة بالعافية واذكر ايضا ان الواتساب مهم للتواصل معنا شوان حلو جاي؟ لا حلو بس صور يحبيلي بعد الفنياة حين يوصلك معك سأل عبدالله خلس اولف على الدورات اللي قدمتها كثير من الدورات اللي ربما قدمتها يعني بعد ما ابتدأت مهنة تدريب وتنمية الذات البشرية خلنت اكلم على ابرز الدورات اللي كنتوا تقدمها وتحرص على تقديمها للمشتركين حاليا قدم دورة برمجة العقل الباطن ولغة الجسد يعني ان كل واحدة تكون دورة تدريب شو الحلو ان الليونك الدورة عارفين شو انت رح تتكلم فيها يعني تقاهم قارين كتب وشايفين اليوتيوب وعارفين وقمة بالايجابية الناس اللي قاعدتي هم ارفع لهم عشان ايه حتى قلت لهم اليوم ترى احد شي نفسه رح عيدة باللقاء قالوا ليش دافعين ويعيين دورة احنا بس رح اغير شوي الحاجة انه وين مشكلتهم مشكلتهم بالمحيط لدار مدارهم يعني واحدة مثلا تيه بطمة الايجابية بس ش تقول تقول انا مشكلتي مع زوجي يعني رافض هالشي رافض هالعلوم هذي رافض انه حتى يبتسم تيه واحدة تقول انا مشكلتي مع اموي مشكلتي مع ابوي او مشكلتي مع عيالي انا ايجابية بس ما انا عارفة اتعامل معاهم البيئة اللي حوالينها ما انا قادر اغير فيهم شو اللي نقوله احنا التغيير ما حد يقدر يسويه اي شخص ينزل لكم دورة ويقول لكم اعلان ان احنا بامكاننا نغير الاشخاص هذا الشي ما يصير لو كنا لو كان بامكاننا نغير الاشخاص كان الانبياء من قبلنا اللي هم اعظم البشر كان يقدروا يغيرون اهلهم صح؟ يعني كل الانبياء وكل العظماء كان عندهم مشاكل بالناس اللي حوالينهم زي شو الحل عيل الحل بالتأثير مو ان انا والله اي و اقعد انصح الناس يعني شو يقولك النصيحة تكون مع الشخص بروحك قاعد معه وتنصحه احنا نقول حتى لما تكون معه لا تنصحه لانه ليش انا لما اي انصحك شنو راح تحس محل النصح كنا انت اعلى مني منو انت عشان تنصحني كلنا نقول عن طريق التأثير وجه لهم الرسالة عن طريق التأثير لما يشوفوني انا ايجابي لما يشوفوني دايما اضحك وابتسم لما ييني واحد ويسولف لي مثلا عن مشكلة مع صديق والله عندي واحد بالدوام قاعد لي قاعدة وانا مو مواطنة ولا احبه لما تيه تنصحه لا التفائل اشتيبي تنصحني بس اما تقول له تدري هالمشكلة كانت معاي من قبل بس تصرفت معاه واحد اثنين ثلاثة وانا الحين بقمة الراحة اهني تأثير اهني راح تأثر عليه اكثر من ان انت تنصحه او تغيره نفس الشي لعياله ما ايه اقول لهم سووا شذي وسووا شذي منو انا عشان امرهم بس اما اقول لهم الموقف الفلاني مر علي يعني عرفت اللي تعطيهم الموقف وشنو انت تصرفت فيه وهم اللي يختارون دايما نخير الناس ما تيه تقول له والله سووا شذي لأ تقول له انا الموقف الفلاني ما تحبهم سواء من اشخاص صارت بينك وبينهم مواقف دايما لما تيه توجه رسالة حق شخص او تيه تنصحه اذكر له موقف خاص فيك انه تصدق والله يوم من الايام كان عندي نفس الشخص وما كنت احبه اعطيك موقف فيه شخص كنت ما يعني موبالعة موبالعة يعني قاعد ليهني كلش كلش ماينزرط شلي صار كل الناس تغشور معايا عادي الا هذا الشخص مني تغشور معايا حست انه طاقني طرع كنت تخيل لاني كنت ما احبه كلمة كان يطلع لي والله اروح مجمع يطلع لي اروح شاله يطلع صاحب الشاله وادخالت اروح ان شاء الله ما ما يعرف بحاول ابعد عشان لا يكون يشوف اروح المخيم القابلي انا خافي خافي قابلي تابعك الحين بعد ما ادري والله ارقع عادي بعقبه شلي صار ضل الشخص قاعد لي قاعدة تدري متى اختفى من حياتي لما سامحته والله لما قلت ان يا رب اذا كان هالشخص غلطان علي فانا مسامحة تدري ان اختفى ما قمت اشوفه نهائيا الاشخاص نفس الشي يعني تيك واحدة تقول لك والله انا مسؤولتي بالدوام مو محللتها ليوم الدين والله ايه والله ايك واحد والله انا اولد عمي متبرى منه منو انت عشان تبرى عن الناس ولا تقعد له سامح الناس مو عشانهم مو عشانهم بس عشان انت ترتاح يعني احنا دايما نقول اوكي انا مو محلل هذا ولا معصب من هذا شرح يصير قبل الله انام انت لاحظ الواحد مني حتراسع المخده شرح يصير فيه يشتغل عنده الفيديو من قاعد الصبح ليه بالليل فتخيل انه معصب من هذا وهذا قطع عليه كلمة وهذا معصب منه شرح يصير ما رح يقدر ينام يعني فوق انه زعلني بالموقف نفسه فوق انه قاعد ياخذ وكتي بوقت راحتي بس اما تسامحه انا اوعدكم انه الشخص اللي انتو زعلانين منه او معصبين منه مجرد انه تسامحه رح ينتهي من حياتك مرة وحده ودائما يقولون يعني الشخص الظالم لا تدعي عليه لا تدعي الظالم لانه ظلمه رح يرجع له وعنده يعني الظالم عندك رب يعني احنا الحمد لله عندنا رب ومسلمين لو كنا نفسي برا يا تاخذ حقك بيدك بس انا لما يكون الشخص ظالمني مثلا ويكون مسؤول كبير ازاي ان هذا ما رح يقدر ااخذ حقي منه ولا راح يقدر ويمكنه يكون هو فوق الكل ازاي شو الحل؟ الحل واحد عندي رب يعوضني تدري شو الحلو؟ ان داخل مشكلة نفسها اول شي عندي خبرة صار عندي خبرة بالتعامل مع الناس صار عندي صبر يعني حتى غير الصبر صار عندي اجر يعني صار عندي اجر حق الاخرة فهذا الحلو كلما الناس تعرضت حق مشاكل كلما صار عندها اجر زيادة وخبرة زيادة فنقول لهم استمتعوا بالمشاكل اللي عندكم يعني هذه ايضا المشاكل تعطي طابع الايجابية والخبرة وان الواحد يعني يتعلم على المجابهة وعلى المواجهة ابي انتقل الى جزئية يعني اللي قبل شوي تكلمت عنها الدورة اللي تقدمها وهي برمجة العقل الباطن شو يعني برمجة العقل؟ افرمت يعني العقل الباطن؟ شفت اسالفة البرمجة وايد يطعون يعني من مشايخ ومن دكاترا يطعون يبع هذا الحجي فاضي يبع هذا حجي مأخوذ خيره يبع هذي النصابين شلو البرمجة باختصار؟ لاحظ ان احنا عندنا بالديل الاسلامي ما تلاحظ انه يحدد لك مثلا ورا كل صلاة التسبيح ثلاثة وثلاثين مرة؟ نعم ليش هذا التكرار؟ ليش هذا العدد بالضبط؟ نزي يسبح ثلاثين مرة؟ ما رح يصير؟ يقول لك مثلا عشان تحمي نفسك من العين المعوذات الصبح و بالليل نزي ليش اقراها؟ الموضوع مو بس اجر الموضوع عشان تبرمج عقلك الباطن لما انا اقرا مثلا المعوذات قبل لا اطلع او لما اقراها بالصلاة انا شري صار فيني؟ انا عطيت رسالة حق عقلي الباطن عطيت رسالة حق نفسي ان اكبر حاسد بالدنيا ما يقدر يحسدني ان انا بحماية ربي هذه هي البرمجة ان الواحد يقعد يدعي وشنو؟ شرط البرمجة انك انت تدعي بخشوع يعني انا لما ادعي ان يا رب حقق لي هالشي بس بيني وبين نفسي في شك يعني معقولة بيصير هالشي معقولة ربي بحقق لي شان حقق حق غير اللي يصلي ويدعي لا تقول النتائج على الله احنا اللي علينا ندعي ونشتغل ودائما النتيجة رح تيه من الله وتيه بشكل الواحد ما يتوقعه بس مجرد ان الواحد يكرر شنو الهدف من البرمجة او شنو طريقتها الواحد دم يحط هدف لازم يتكرر الهدف العقل الباطن يتبرمج عن طريق التكرار نفس ما قلنا التسبيح ليش 33 مرة ليش اقرى الحمد خمس مرات باليوم هذه برمجة يعني تخيل القرآن نفسه سوه على طريقة السقف نفسه يعني يا الله انزل لنا القرآن وفيه البرمجة تخيل ليش ورا كل آية ان الله رحمن رحيم ان الله غفور الرحيم ان الله سريع العقاب ولاحظ ان تتكرر انتBS ايش هدف من التكرار الموضوع بس اجر الموضوع انا اقعد ابرمج نفسي ان الله ر الحمد رحيم وخلص اعيش حياتي مرتاح بس اما اقول ان الله رحمن رحيم ولا أؤمن فيها ولا أؤمن فيها وطيش الحلو لما تقول حق الناس فصبر جميل شو الفرق بين الصبر وأن الواحد ما يصبر يقول لك والله أنا الحمد لله أنا صابر بحياتي بس الله يلعن الدوام ويلعن الوقت اللي داومت فيه وان راح صبر شون يكون صبر جميل يناقض نفسه يقول لك الحمد لله إحنا صابرين بس الله يفقنا من هالمشاكل هذي ولا لو الله يفقني من هالدوام لو الله يفكني من هالنسرة اللي قاعدة عندي بالبيت نزي وين راح الصبر؟ وين راح الصبر؟ شو الفايدة؟ لا حفظة من النسرة هذي نسرة شو إعلان؟ ولا هذي على الهواء؟ يعني يقولك شذي انه مثلاً انه قاعد يتحلطم على البيت ولا يقاعد يتحلطم على الأهل ولا يقاعد يتحلطم على الأمه ايش معاهم؟ لا تحاول انك تغيرهم تقبلهم نفس ماءهما نعم أمي تتحلطم وايد؟ أتقبلها هذي أمي زوجتي إذا عندك فلوس تتزوج غيرها اذهب تتزوج ما تفعل؟ اليوم بتصير مظاهرات عندنا شباب يتزوجون على حريهم نعم الجزئية الأخيرة وبرمجة لغة الجسد هذا اللي تكلمت عنها قبل شوي برمجة العقل للباطن طيب برمجة لغة الجسد أنا لما برمج عقل الباطن الرسالة اللي تبتوصلها لسهر المشاهدين هي أن أؤمن بالأمور اللي حواليني أؤمن بالمقولة اللي أقولها أو أؤمن بكثير من الأشياء حواليني حتى تزرعها بداخلي وأغير من سلوكياتي هذا العقل الباطن طيب برمجة الجسد شو يعني؟ برمجة الجسد إحنا شنقول تخيل أن تغيير لغة جسدك مجرد تغيير شون تغيير؟ يعني أنا لما أقعد ويكون ضايق خلقي لاحظ ولا مثلاً ماشي بالسيارة ويمر واحد ويمر صوبي شو يصير؟ تسبة وأول شي تعكف الحواجب على طول أن تقعد شذي ومعصب ولاحظ أنك تنزل من السيارة وأنت معصب وترجع الباب وأنت معصب والدش الدوام وأنت معصب على شنو؟ على واحد يمكن مر وهو ما يدري حاطة إنستجرام ولايكات وشقال ومر صوبك إزين هذا شخص؟ حتى لو تعتبره تافه ليش يخليك تعصب؟ ليش يخرب يومك هذا كله؟ لغة الجسد إحنا نقول لما الإنسان يغير لغة جسده مثال أنا لو أقعد ضايق خلقي لاحظ أن الاشتوف ش رح يصير فيها؟ رح تبدي تنزل تبدي عيوني تنزل شدي وأقعد ضايق خلقي وتشتغل الهموم وتشتغل المشاكل يا أخي أقعد شنك مستانس أقعد شنك شنو الشي اللي ونسك؟ تخيل إنه تحقق أقعد بطريقة سعية ما شاء الله عليك شون قاعد مستانس مستمتع مستمتع جدا لأن كلامك حلو أشواء أي فأقعد وأنت مستانس امشي وأنت رافع راسك لا تمشي وضايق خلقي لا تمشي وعيونك تحت امش دايما وأنت مستانس حتى لما يكون عندك مشاكل تخيل إنه مجرد التمثيل مجرد إنه أنا أغير لغة جسدي يأثر بنسبة أكثر من 65% يعني معقولة لما أنا أسوي روح مستانس رح استانس جربوا لا تصدقون الكلام اللي ينقال ولا تصدقون الدراسات اللي تنقال جربوا هالشي وقولوا لي يعني إذا ييتوا دورة ولا إذا ييتوا بأي مكان هذا النغزة عشان أسوي حق الدورات نعم قولوا لي تجربتكم يعني نفسها حق الموضوع نفسه دائما ما نشيد بشبابنا وبقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمرة في طلب المحالي المفروض أن دائما الإنسان يكون عنده هدف ولا تضيع هذه الأيام والليالي الثمينة ولكن مشكلتنا في الوقت لو عندنا وقت شوية وشوية مرتاحين لكننا أنجزنا ولكن كثير من الأمور التي تشمع بعض ونحب نشارك فيها بار شوية نشارك مع الشباب مخيم رحلة مثلاً مع الكشافة الروح ياهم مخيم الهدى ليعطيهم ألف عافية ولكن كثرة الشغل راحة وناسة ويعني نستمتع لما نشوف الشباب الصغار اللي عندهم هذه الطاقات الإيجابية اللي صدرونها تحدثت بشكل كافي عن هذه الدورات اللي تقدمها طيب الدورات التي ستقدم في الفترة القادمة على ماذا ستركز بعد تقديم دورة حول البرمجة العقل الباطن وبرمجة لغة الجسد حالياً أنا مركز على هذه الدورات ليش؟ لأن أي دورة أبي أقدمها لازم أربطها بالدين لازم أربطها بالقرآن بالسنة جميل جميل لأن الناس تنكرها لما تأتي يتكلم واحد ولا تقول لي عقل الباطن ويطلعوا لك التلفزيون يقول لك هذا كفر زين أنت شفت العلم شفت الشغلات الموجودة فيه لما تشوف أن دينك في هالشي نعم شي حلو أن الواحد يتعلمه فراح أظل مركز على هالشغلة على العقل الباطن وطريقته لأن هذا مفتاح السعادة يعتبر أن أنا أعرف شون أبرمج نفسي شون أحقق أهدافي هذا بحد ذاته نجاح نعم نحن يعني في بداية الحلقة تحدثنا عن الحب علوى عسى استدللنا طريق الحب وعرفنا كيف نصل إلى الحب من خلال لقائنا وحوارنا مع الأستاذ عبد الرزاق الموسى وأيضا انتقلنا لحديث شيق معاك عن طريق النجاح وكيفه نعرف ونستكشف طريق النجاح وما هي طريق النجاح وشباب الذي لا يعي أن هناك طريق للنجاح اليوم يعني يحاول أن يستدرك هذه الكلمات ويلحق على ركب النجاح قبل أن يفوتها بالقطار كلمة أخيرة حابة توجهها للسادة المشاهدين في نهاية القائناة أقول لكم أنتم مشكورين صاحب مكان حيث أنتم صاحب مكان هذا مكانك ما أقصرت حبيب شالي أقول لهم حسن الظن إذا صارتي مشكلة في من وراها خير مو بس علمي بهالشي دايماً يكون عندي حسن ظن بإله إنه إذا صارتي مشكلة في من وراها خير إن زين ماي الخير صارت المشكلة ماية من وراها خير فأي مكتوبة لك ورح تؤجر عليها وأكيد الخير بيينت بالوقت المناسب فأقول لهم يعني فصبروا جميل الواحد يصبر وحسن ضن بالله وإن شاء الله أتمنى توفيق للجميع فصبروا جميل والله المستعان يحطيك العافية سيد عبدالله الجناعي مدرب تنمية بشرية وتأي خاصة لسادة المشاهدين اللي تواصلوا معنا في برنامج أهل الديرة منذ البداية والانطلاقة حولنا أن نوضح قضية الطالب الكويتي في الإمارات مبارك مشعل مبارك وملابسات ما حصلة وكان هناك اتصال هاتفي مع القنصل العام لدبي والإمارات الأستاذ طارق خالد الحمد اللي ما تابع الاتصال يعني رح يكون موجود على اليوتيوب علشان يعرف كل اللي صار تحية خاصة لأستاذ عبدالرزاق الموسى اللي تواصل معنا تحية خاصة أيضا لكل الشباب اللي تواصلوا معنا وأيضا عندي بعض الملاحظات الشباب ما شاء الله عليهم ملاحظاتهم جميلة جدا يعني هذه الرسائل اللي توصل لنا تحية خاصة لأستاذ ألهام القطان على الرسائل اللي وصلتها لنا وشكر موصولك أيضا وكل من تواصل معنا نطريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن نراكم بحلقات جديدة من برنامج أهل الديرة تصبحون على حب ونجاح وأهل كهون موسيقى 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 اشتركوا في القناة